السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي طلبة الله primary 4 أهلا وسهلا بكم with you mr. محمد النادي today inshallah i will complete unit 10 concept 1 defining decimals lesson 3 and 4 يلا بينا نتعرف lesson 3 and 4 هيبدأ يتكلم معنا في decimals زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت بينا نتكلم بقى عن value place value يلا بينا نشوف هنشتغل عليهم ازاي number one you'll use the numbers to answer the questions معنا النمبر دي يا ماستر you'll see what is the value of digit 3 حوزينا يعرف الفالي يلا نفتكر الفالي طبعا 3 دي موجودة فين يا ماستر موجودة في 10s so the value of it it's 30 okay the next one what digit is in the hundreds place مين الدجت يا ماستر الموجود في ال hundreds place فالhundreds place عندنا يا ماستر هو ال nine فقول الدجت عندنا اسمه ايه nine حتى فعنا بعد الدسمال point بيكون في التنس وبعدها ال hundreds what is the value of the the digit in the hundred خلق ديه هندرد مش هندرد طيب مين في ال hundred يا ماستر قال لي five تكون اسمها five hundred okay the next one what digit is in the tenth place مين اللي في التنس تبعنا التنس اللي بعد ال point على طول اللي هو مين قال لي ال eight okay what is the value of the digit in the hundreds place worse less than the digit in the tens place if hundreds are greater than tenths يبقى why is the value here of the digit in hundreds less than the digit معين ال hundred الناحية التانية اكبر لاني بقوله يا ماستر دوت الدجت دوت before the decimal point اما التاني after decimal point كل ما بروح يصغر معين لاني احنا عارفين اني zero point eight اكيد هتبقى اكبر من zero point zero nine حتى لو ال nine كبيرة بس دي nine part from hundreds اما ديه eight part from tens يلا اجين ها the value of digit three in the number one and thirty five ال value of three يا ماستر قال لي three دي وقف في التنس وزي ما تعلمنا يا اصحابي في السيشن اللي فات او في اللي فات ان السري كنا نعملها zero point three طالما النمبر فين في التنس طب يا ماستر لو ال five موجودة في ال hundred سعادين نكتب ال value يبقى نقول zero point zero five the next one the value of digit nine طب ال nine فين قال لي في ال once please يبقى nine في ال once تفضل nine زي ما هي طب the place value of the digit seven ها يلا نجيب ال seven اقولوا ال please تعيتها فين يقولي ساكنا في التنس ساكنا فين في التنس طب ال� zero place value اقوله وانس اوكي اللي بعده the place value of digit one او ال one واقفة فين اللي في ال hundred ساكنا فين يا ماستر اللي في ال hundred ساكنا نتعلم فكرة جديدة يا ماستر write the number in standard form وعرفنا كتير الترمي دوت يا ماستر في خلال السانة الجميلة بتاعتنا ان ال standard form يعني عايز اعمل نعرف النمبر كله على بعض اسمه اي فما يكون عندي five once five tenths one hundredths بها الانسر five point five one the next two plus zero point zero seven so it will be two point مافيش حد في التنس تفضل zero زي ما هي with seven in hundreds letter c seven once seven for once yeah mister before the decimal point بعدين nine hundredths يبقى في عندنا zero بعدين ال a and nine letter d five once eight two hundredths اوكي اصحابي طيب اللي بعدها nine and forty three hundred اقول له ادي نائم and forty three hundred ماعنى forty three hundredths يا ماستر يعني last digit لازم يوقف عند ال hundred the last digit لازم يكون فين في ال hundreds letter f four and seven hundreds اوه فيه تركي هنا خلي بالك four and seven هوندرث ستبقى ادي ال seven اي لو الناس التأكدها ما بقتش ال seven هوندرث كده بقت seven فين في التنس طب انا عاوز اخليها هوندرث اقول لي بقى لازم ننزل zero فين في التنس يا ماستر اوكي the next one forty seven تبقى ستزيره شكل جميل ها forty seven هوندرث طب مش مع اي اللي حاجة يا ماستر قبل ال الانه المح Advanced derivation وادي 47 hundred يا بقى زي ما اتفائنا يا اصحابي في الفيديو اللي فات ان يلازم ال هوندرث يكون واقف فيه second digit after the decimal point write the number in word form يلا بينا معانا ال number واحنا نكتب اول واحد اسمه. طب لو كتبت وسبتها كده هيقولي الانصر بتاعنا مش مظبوط عارفين ليه يا اصحابي لان محدش هتصور ان دي هتقف بعد البوينت طب اللي خلينا تخيلها ان انا اقول ان السري الاخيرة دي توقف فين في الهندردس يبقى النمبر اسمه فور ان دي ففتي سري هندردس اللي بعدها زيرو طب اكتب حاجة في الزيرو قال لا خلاص يبقى النمبر اسمه ايه فورتي ايت طب عارفين لو سيبناها فورتي ايت بس اي حد ماشا يفتك ان هي فورتي ايت عادية مش يعرف ان هي ايه دي سيمال طب اللي خلينا عرف ان هي دي سيمال ان انا نزود لها كلمة هندردس طب ناخد اللي بعدها سيفن وان ايه شطرين وان كم ايه هندردس باوا فاركو يلا the last one تطلع معنا كم يا مستر اللي هتكون ثري ايه هنده بالتو تمام يا مستر كده خلاص عارفنا ازاي نكتب النمبر ان ورد فورم طيب ان اكسباندت فورم اه اكسباندت بقى اني احنا كنا بتفك النمبر كده من بعض بيكون ما بينهم اي بلاس كده فاكرين اه طيب نكتب كل ديجت منهم لوحدة بس ري الوحدة والسيب الوحدة والايت لوحدة بس خلي بالك السبن دي ما اسمها سبن اسمها سبن تنس يبقى لازم بتعمل زيرو بوينت سبن طب والايت هتبقى زيرو بوينت زيرو ايت طب اللي بعده يلا تو اند فور هندرد يبقى تو بلس زيرو بوينت زيرو فور طب بالكسباندت فورم كل فكر اي حمفكر نمبر ايه عم بعضهم اوكي اصحابي يعني ايه بقى يونت فورم يا مستر يعني اكتب كل ديجت فيهم الواحدة بس اقوله النيم بتاعه ساكن فين يعني هنقول الفور كده الواحدة فين اقوله الفور موجودة في الوانس طب والفايف اقوله الفايف في التنس طب والتو اقوله هندرد ايه ده يا مستر هو ده بس كده اه هو ده اللي مطلوب مننا يا مستر في اليونت فورم طب اللي بعدها ادي الايت في الوانس طب الزيرو اللي لازم اكتبه اقوله لا ما انتعبش نفسك خلاص اقول بس كده ايه هندرد اوكي طب يلا ناخد اللي بعدها سيفن اند يبقى ادي السيفن سيفن فين في الوانس ان تيرتي فور او تيرتي فور يبقى انا عندي سريل واحدة في التنس ويه كمان والفور في الهندرد اوكي اوكي على فكرة هنا كمان ممكن نشيل كلمة اند مش محتاج هنا ممكن نشيلها خالص من الموضوع اوكي طيب اللي بعدها فورتين هندرد فورتين هندرد سيا مستر يعفوك كانت تكتب كده فلو انا عايز اغيرها اقول له كده يبقى الوان لوحدها وقفة في التنس ومين كمان والفور في الهندرد اوكي اكتب النمبر بالديجيتس عادي خالص فيها او ممكن كمان نكتبها بالليترس او خلي بقى لك بقى يعني ايه سبن تنس يا مستر يعني زيرو سبن نين هندرد يعني زيرو بوينت زيرو نين الى نكتب تونتيتو تونتيتو او كم بقى ثيرتي فائف هندرد سادي ثيرتي فائف هندرد وتأكد ان اخذ ديجيت هو الساكن ديجيت بعد الوانت اوكي طيب ايتيين ادي نعمل ايتيين ان سيكس تنس يبعد بوينت اهي ونعمل ايه مستر السيكسين تنس the next one three point two equal three plus what اولو three plus zero point two the next nine point one هو كاتب الوانتنس الوحدة يبقى فاضل مين لسه مش كاتبه قال لي ال nine the next one letter g seven and the four four tenths يبقى seven الوحدة والfour tenths ليه zero point four the last one six plus zero point three equal six and three tenths the next question choose the correct answer which one chose six and five hundredths مين فيو ميا مستر يطلع معاك الانسر دوال اولو six and five hundredths اطلع معاك الانسر دوال اولو six and five hundredths اطلع معانا letter b the next one what decimal is represented in expanded form اولو seven و five tenths with three hundred مين فيو ميا مستر عدو كده يطلع letter a ولا b اولو لا letter b هي العداز seven well five tenths with three fill hundreds number three the value of the digit four in the number اوز يجيب الvalue للfour فالfour دي موجودة في الهندرات يبقى نسميها zero point zero four number four the value of the digit zero in this number zero في اي مكاني اصحابي يطلع هو هو اي zero number five the underlying digit fifteen and forty two عاوزيني يعرف الدجت دي هو اتفعني place اللي هو الفور بطرف الones ولا تين ولا هندر ولا التنس اولو لا ده تنس يا مستر لانه بعد الpoint على طول طب number six in the number three hundred twenty five and forty one which digit in the hundreds الهندرات هندرات خلابك فيها th يبقى بعد الpoint لكن لو ما فيش th كانت يبقى قبل الpoint اوكي يبقى الone يا مستر هو اللي في الهندرات number seven which number of the following has three tenths nine ones and eight hundred so three tenths خلي بقى لك three في التنس اوكي طيب والnine فين في الones يبقى ال nine هتيجى قبل الpoint وبعدين three بعد الpoint وبعديها ال eight ده بقى يا اصحابي هسيب لكم الكوستيون ده انتو تحلوه وتقولولي هيطلع الا انسر تريد نمبر سيبه لا تطلع ا ولا ب ولا سي ولا د تكتبوا لي الانسر في الكومنت ونمبر ايت 15 hundred فين يا مستر 15 hundred آه يبقى ال 15 افتر الا رسالة تطلع معنا 0.15 كده أصحابي نكون خلصنا اللسن تعال النهاردة thanks a lot for your good listening see you inshallah in the new video السلام عليكم رحمة الله وبركاته